الفيديو ده هو نصيحة مهمة جدا للحفاظ على قناتك على اليوتيوب وكمان فرحة كبيرة جدا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب في فيديو مهم جدا لسه عامله قريب عن موضوع سرقة وتحكير قنوات اليوتيوب وتأمين قنوات اليوتيوب واسترجاع قنوات اليوتيوب المهكرة الفيديو ده مهم جدا جدا بيكون موجود في شاشة النهاية لو انت كملت الفيديو ده وموجود في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت تحت الفيديو طيب انا جاي اكلمك في الفيديو ده عن ايه لو انت شاهدت الفيديو اللي انا بتكلم عنه ده قلتلك ان فيه قنوات بيكون استرجاعها صعب جدا جدا يعني تقول كده مثلا كل متين قناة يرجع منهم قناة واحدة لو تم تحكيرها واليوتيوب يقولك نعم ان القناة فعلا احنا تم التأكيد انها مهكرة ولكن صعب ان احنا نرجعها من ضمن الحالات اللي احنا حكينا عنها المهمة جدا وهي ان القناة تكون موجودة على ايميل ياهو هتقول لي يعني ايه هقولك ان فيه قنوات قديمة كثيرة كانت معمولة على ايميل ياهو فالهاكر بيبدأ ان هو يسرق القناة ويبدأ بعد كده ان هو يحول القناة لاميل جميل بيكون عامل ايميل نفس الاميل اللي انت عامله بتاع الياهو ولكن بيحط فيه حرف او رقم بحيث ان هو يخليه مطابق او شبه ايميل القناتك الاساسي خلينا الاول اقول لك على الفرحة اللي احنا حاسين بها حاليا وبعد كده نقول لكم النصيحة المهمة جدا جدا هذه القناة قناة مهندس محترم من مصر تواصل معنا علشان قناته مهكرة كيف تواصل معنا وكيف تتواصل معنا القنوات المهكرة رقم واتس موجود في وصف القناة ووصف هذا الفيديو وموجود في وصف كل الفيديوهات تقدر ان انت ترسل عليه لو قناتك مهكرة علوم وفراسة هذه القناة تم تهكيرها لأكثر من شهر واليوتيوب قال لك ان احنا مش هنقدر نرجع القناة نعم قالوا ان القناة مهكرة ولكن قال لك لا نستطيع استرجاع القناة تعال نشوف الاول رد اليوتيوب وبعد كده نكمل قال لك ان احنا عندنا صعوبة في استرجاع القناة خلينا اقول لك ان انا بيني وبيني اليوتيوب 30 رسالة 30 رسالة خاصة باسترجاع هذه القناة 30 رسالة 30 ايميل ما بيني وما بيني اليوتيوب ان احنا بنحاول ان احنا نسترجع هذه القناة في الآخر قالك أن احنا عندنا صعوبة في استرجاع القناة خلص ما فيش قناة القناة كده راحت ليه؟ تم نقلها على إيميل خاص بالهاكر وده كان رد فريق عمل جوجل زي ما انتوا شايفين كده يعني اليوتيوب حول الموضوع لجوجل فريق دعم جوجل قالك أن احنا لا نستطيع أن نتحقق من أن هذا الإيميل هو ملكك ده طبيعي جداً ده إيميل أصلاً خاص بالهاكر فأكيد أن أنت لا تستطيع أن أنت تتحقق من أنه هو إيميلي فقالك أن احنا لا نستطيع استرجاعه زي ما انتوا شايفين كده دي رسالة جوجل سابورت دعم جوجل وبالتالي خلاص كده القناة راحت على صاحبها قالك علشان تعود قناتك لازم أن أنت ترجع هذا الإيميل اللي هو إيميل الهاكر طب كيف أننا يعني أثبت أن الإيميل ده هو بتاعي وأصلاً مش بتاعي فعلاً يعني وحقيقي مش بتاعنا يعني ليس خاص بالقناة يعني هو إيميل أصلاً إيميل الهاكر ليس إيميل صاحب القناة ولكن قريب جداً منه يعني هو مغير فقط كده ضيف أرقام جنب الإيميل ما هو اتضح لنا في هذه المشكلة أن خلاص القناة راحت على صاحبها إحنا الحمد لله رب العيون عندنا صبر في موضوع استرجاع القنوات والحمد لله عندنا يعني الحمد لله كله بفضل الله خبرة في هذا المجال فاشتغلنا على الموضوع تقريباً لمدة شهر على استرجاع هذه القناة بعد رفض جوجل وبعد رفض اليوتيوب برضو ما توقفناش فعلاً مكملين اللي اتضح لنا أن الهاكر بعد ما سرق القناة نقلها لإيميل آخر اللي هو جيميل لأن القناة كانت على إيميل يهو طيب وراح جاي عامل إي بقى ده ما هو اتضح لنا المفترض أننا مقولش الحتة دي يعني بس هنقولها راح جاي الهاكر استخدم إيميل اليهو اللي هو أصلاً كان إيميل القناة استخدمه كإيميل استرداد للإيميل اللي هو نقل عليه القناة يعني القناة مثلاً كانت معمولة على إيميل يهو اسمه زد فهو الهاكر ده عمل إيميل اسمه إكس لكن على الجيميل ونقل عليه القناة واستخدم إيميل ريكوفري أو إيميل استرداد لهذا الإيميل اللي هو عامله لكن ما استخدمش إيميل تاني استخدم إيميل اليهو اللي هو الخاص بي القناة طبعاً هو لها أسباب ولها أشياء وليه بيعمل كده لها يعني كلام وفيها حاجات تقنية تمام المهم بعد أكثر من شهر تقريباً الحمد لله اليوم بسجلك هذا الفيديو في تاريخ 30-12-2024 نهاية السنة يا رب 2025 تكون سنة خير وسعادة عليكم جميعاً يا رب تم استرجاع إيميل الهاكر تم استرجاعه عارف يعني إيميل الهاكر نفسه إحنا رجعناه الحمد لله يعني إيميل الهاكر اللي هو أصلاً مش ملكنا اللي هو أصلاً تم نقل القناة عليه أصبح معانا وبالتالي أصبحت القناة معانا الحمد لله يعني حالياً الهاكر عمل إيميل ونقل عليه القناة أصبح أنه ما عندهش أكسيس على إيميله حالياً أصبح الإيميل معانا والحمد الله رب العالمين وبالتالي معنا القناة ودية رسالة جوجل زي ما انتم شايفين كده تم استعادة ايميل الهاكر لينا اللي هو اصلا كان ايميل الهاكر وزي ما انتم شايفين كده دلوقتي جنب مني ما عرفش في انه ناحية يعني المهم زي ما انتم شايفين كده اللي هو القناة من الداخل يعني بعد استعادة القناة ده اثبات للرجوع القناة والحمد الله القناة حاليا مع صاحبها ولكن كان الامر صعب جدا جدا الحمد لله وألف مبروك للمهندس صاحب القناة علوم وفراسة من مصر الحمد لله رب العالمين ألف مبروك ليه وطبعا ده فيديو هو اتعامله هو يعني عامله شكر القناة العلم والتكنولوجيا فإحنا بنشكره على هذا الفيديو المحترم فالحمد لله رب العالمين مفيش حاجة مستحيلة طالما إن الشخص صاحب القناة بيقدم محتوى محترم محتوى قانوني محتوى مفيش فيه حاجة مخالفة فإن شاء الله رب العالمين ربنا هيكرمك كون على يقين من ده فألف مبروك ليه صاحب هذه القناة وإن كان الموضوع كان تقريبا إحنا فقدنا الأمل في استرجاع القناة يعني موضوع خلاص اليوتيوب و جوجل بتقولك إن إحنا لا نستطيع استرجاع إيميلك ولا نستطيع استرجاع القناة ولكن الحمد لله رب العالمين كله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى طيب ما هي النصيحة لو أنت لسه مكمل معايا يعني ما هي النصيحة اللي أنا بنصحك بها وقلتها في الفيديو السابق شوفوا علشان فيه كلام مهم جدا جدا لو أنت قناتك على إيميل ياهو حاول أن أنت تنقلها على جيميل أحسن وأسهل لو اتعرضت القناة لأي مشكلة طيب لأن أنت لما قناتك بتتهكر بنسبة كبيرة جدا الهاكر بيبدأ أنه لو كانت على ياهو بيبدأ أنه ينقلها على جيميل خاص به هو وبتكون دي النتيجة بعد كده في الصعوبات اللي إحنا واجهناها في استرجاع هذه القناة فبالتالي وبالتالي حاول أن أنت لو قناتك على إيميل ياهو أو تعرف حد عنده قناة على إيميل ياهو أقدر أن أنت تتواصل معنا من خلال رقم الواتس الموجود في وصف هذا الفيديو وموجود في وصف قناتنا تحياتي لكم جميعا أتمنى لكم متفيق والسعادة إن شاء الله 2025 تكون سنة خير وسعادة عليكم مع السلامة بكلمك عن سرقة وتهكير قنوات اليوتيوب الإنسان الذكي هو الإنسان اللي بيتعلم من مشاكل الآخرين خطوة مهمة جدا وإجراء مهم جدا جدا حتى لا تفقد حسابات الجيميل اللي عندك وحتى لا تفقد قناتك لو عندك قناة على اليوتيوب وحتى لا تفقد حسابات السوشيال ميديا الخاصة بك اشتركوا في القناة